اشتركوا في القناة العسومي على ان هذه الزيارة تعكس الحرص الدائمة لجلالة الملك المفدى على تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والتأكيد على ثوابت مملكة البحرين ومواقفها المشرفة بشأن تعزيز العمل العربي المشترك ان الزيارة تعكس في الوقت ذاته خصوصية العلاقات البحرينية المصرية التي تمثل نموذجا يحتذا به على مستوى العلاقات العربية العربية واكد العسومي على ان توافق الرؤى ووجهات النظر بين قادة البلدين تمثل احدى الدعامات الرئيسية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة مشيدا بالمواقف الثابتة لفخامة الرئيس المصري بشأن امن الخليج ورفض اية ممارسات تسعى الى زعزعة استقراره موسيقى موسيقى موسيقى